استنكر البيت الأبيض بشدة الهجوم الذي وقع في مركز تدريب للشرطة في الأردن وأصفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم عسكريان أمريكيان وإصابة ستة آخرين بجروح وقتل هؤلاء في عملية إطلاق نار نفذها نقيب أردني يدعى تامر الصنادي بمركز الملك عبدالله للعمليات التدريبية في العاصم عمان وأوضح الناتق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد الممني أن قوات الشرطة قتلت منفذ الهجوم وأن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع وظروف الحدث